السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معي في حلقة أخرى جديدة حلقة اليوم إن شاء الله أريد أن أشارك معكم طريقة صدر دائري بغرزة جد بسيطة وسهلة جدا خاصة يعني بالنسبة للمبتدئين وقبل أن أدخل طريقة هذا الصدر أرجو من كل من يرى هذا الفيديو نشجع القناة ولو باشتراك أو تعليق أو إحجاب أو مشاركة هذا الفيديو مع أحبائكم فهذا أيضا تعميم للفائدة مباشرة ندخل للطريقة وهذا هو شكل الصدر كما تشاهدون صدر سهل جدا أول شيء بالنسبة للقياسات فهنا سنحتاج عدد غرز سلسلة من مضاعفات رقم إما 11 أو رقم فضروري عدد غرز سلسلة التي سنشتغل فيها في البداية أن تكون قريبة من هذه الغرز يعني إن نختار هذه الغرز نختار هذا العدد أي عدد مثلا حصلنا على 60 غرزة سلسلة أو 62 غرزة سلسلة فنختار هنا أقرب عدد أول شيء هنا سنشتغل سأشتغل أنا بخيط بالنسبة لي سأشتغل بابر الرقم 1.75 مليمتر يمكن تشتغلوا برقم اثنان اثنان ونصف واحد يعني حسب كل واحد ورغبته مهم أن تشتغلوا بالطريقة التي سأبدأ بها وسأريكم أيضا طريقة القياسات أول شيء سنشتغل غرز سلسلة كثيرة ثم نقصها حول دورة الرأس فضروري هنا أن تكون أن تدخل وتخرج بكل سهولة حول دورة الرأس وأن تكون يعني مريحة ليست واسعة جدا وليست ضيقة نشتغل هنا غرز سلسلة كثيرة أنا هنا حصلت تقريبا على 86 غرزة سلسلة يعني قصتها حول دورة رأس الطفلة لعمر سانا تقريبا وجدت تقريبا هنا 86 غرزة سلسلة هنا سأحاول أن أختار من بين هذه الأعداد الأقرب لهذا العداد يعني أقرب عدد إلى 86 سنحتاج يعني إما أعداد من مضاعفة رقم 11 أو أعداد من مضاعفة رقم 10 أنا هنا سأختار 88 لأنه أقرب عدد إلى 86 دائما أفضل أن تختاروا أكبر بقليل من أن تختاروا العدد أقل من 86 إذا وجدتم مثلا 63 غرزة سلسلة 63 غرزة سلسلة هنا العدد أقرب عدد هو 60 هنا مثلا 60 وهنا 66 فأختار 66 لأنه أكبر بقليل الأفضل أن تختاروا دائما عدد أكبر فحاولوا أن تسجلوا عندكم هذه الأعداد اشتغلوا كما أشتغل أنا كي يسل عليكم الأمر لا أريد أن أعقد عليكم طريقة الاشتغال فحاولوا فقط أن تختاروا أقرب عدد من العدد الذي وجدتموه أنا وجدته 86 أختار 88 فسأختار تقريق يعني 8 يعني 11 في 8 فهذا العدد 8 هو عدد مهم لأنه سنشتغل به هنا عندي 86 غرزة سلسلة سأضيف سلسلتين كي تصبح 88 سلسلتين يصبح عندي هنا 88 غرزة سلسلة كما أخبرتكم أنا أشتغل هنا صدر دائري لقياس تقريبا سنة هذا سيختلف حسب حجم الخيط وأيضا شغل يد وأيضا حجم الإبرة فهنا صنعت غرزة منزلقة دائما ننتبه للغرز السلسلة تكون في نفس الجهة فأشتغل أول شيء أبدأ بتلاتة غرز سلسلة مكان العمود الأول في غرزة سلسلة الموالية سنشتغل هنا غرزة عمود غرزة سلسلة الأخرى أحاول أيضا أن أشتغل على هذا الخيط غرزة سلسلة الموالية أشتغل هنا غرزة عمود في الغرزة الموالية أشتغل غرزة عمود سأتابع بهذه الطريقة فوق كل غرزة سلسلة غرزة سلسلة غرزة عمود واحد عفوا حتى أحصل على تمانية أعمدة ولذلك دائما أنا اشتغلت تمانية وتمانين يعني مضعفة رقم 11 وهذا العدد مهم جدا تمانية فسأشتغل كل مرة تمانية أعمدة وأريكم الطريقة هنا مثلا عندي ستة أعمدة وسبعة عندي سبعة أعمدة الآن وهذا هو العمود الثامن كل ثمانية أعمدة هنا سأشتغل غرزتي سلسلة بالنسبة لكم مثلا اخترتوا مثلا هذا العدد تمانين فأيضا تشتغلون تمانية أعمدة من بعض غرزتي سلسلة إن اخترتوا مثلا هذا العدد أربعة وأربعين فاشتغلوا فقط أربعة أعمدة من بعض غرزتي سلسلة نفس الشيء بالنسبة لجميع الأعداد بدون أن أطيل عليكم فاشتغلوا فقط أنا اشتغلت تمانية أعمدة سأشتغل غرزتي سلسلة بعد أتابع في غرزة سلسلة موالية بالضبط تشتغل عمود مرة أخرى العمود الأول سلسلة الموالية أيضا فوقها عمود وسأتابع إلى أن أحصل على تمانية أعمدة مرة أخرى طريقة جد سهلة ليس هناك أي تعقيدات فاشتغل العمود سلسلة الموالية أيضا عمود وأتابع بهذه الطريقة إلى أن أحصل على تمانية أعمدة فوق تمانية سلاسل إن كان بالنسبة لكم ستة أو سبعة أو تسعة أو أشرة أختاروا العدد الذي اختارتمه كان مثلا هنا ستة ستة وستين عندكم ستة وستين غرزة سلسلة عندكم من رقم ستة فاشتغلوا ستة أعمدة من بعد سلسلتين من بعد مرة أخرى ستة أعمدة هنا عندي سبعة أعمدة وهذا هو العمود الثامن عفوا ثم الآن أشتغل سلسلتين ودائما أتابع تمانية أعمدة أخرى مباشرة بعد السلسلة الموالية يعني لا أترك أي سلسلة فارغة هنا أشتغل على هذه السلسلة أشتغل عموده بعد مرة أخرى أبدأ في الاشتغال في تمانية أعمدة إلى نهاية الدورة دائما بهذه الطريقة إلى النهاية هنا في النهاية بعد أن اشتغلت غرزتي السلسلة بعد تمانية أعمدة سنشتغل هنا غرزة منزلقة فوق غرزة سلسلة الثالثة التي بدأت بها أول عمود في هذه الدورة والآن سيكون اشتغال سواء بهذا القياس أو بجميع القياسات الأخرى بطداء من الدورة الثانية طريقة جد سهلة للغاية فوق العمود الأول نشتغل ثلاثة غرزة لما كان العمود الأول فوق العمود الثاني نشتغل أيضا عمود فوق العمود الذي يليه عمود واحد كذلك فوق العمود الآخر أيضا عمود العمود الخامس عمود العمود السادس عمود ثم العمود الثامن نشتغل السابع نشتغل عمود وآخر عمود هنا سنشتغل من بين هذه الثمانية أعمدة نشتغل فوقه عمودين نفس الشيء بالنسبة لكم سواء اشتغلتم هنا سبعة أو تمانية أعمدة أو تسعة أو عشرة العمود الأخير دائما نشتغل فيه عمودين وهذه هي الزيادة وسنطبق هذا الأمر أيضا بنسبة لعدة لجميع الدورات المقبلة نشتغل دائما فوق العمود الأخير عمودين ونشتغل كالهذا غرزة سلسلة وفوق كل عمود واحد دائما فقط العمود الأخير نشتغل فوقه عمود كي تكون هناك زيادة في كل دورة تكون هناك زيادة وهنا كما تشاهدون آخر عمود آخر عمود قبل غرزتي سلسلة آخر عمود قبل غرزتي سلسلة نشتغل فيه عمودين وسيكون بسداء من هذه الدورة طريقة جد سهلة سنطبق نفس هذه الطريقة على جميع الدورات المقبلة دائما العمود الأخير قبل غرزتي سلسلة نشتغل فيه فوقه عمودين باقي الأعمود الأخرى كلها يعني فوق كل عمود منها عمود واحد فقط سنتابع بهذه الطريقة فوق كل عمود عمود واحد وآخر عمود في هذه الأعمدة في كل هذه الأعمدة مثلا هنا عندي ثمانية أعمدة فالعمود الأخر دائما فيها نشتغل فيه عمودين وسنطبق هذه الطريقة على جميع القياسات كما أخبرتكم أنا فقط أكرر هذا كي يعني كي لا يختلط أي واحد فيكم فنفس الطريقة سنطبقها إذا في جميع القياسات حتى نحصل على الأجتفاع الذي نحتاجه ثم أعود إليكم كي أريكم مرحلة الموالية هنا كما تشاهدون وصلت القياس الذي أريده وقطعت الخيط هنا بنسبة لي هذا يعني قياس مناسب لسنة واحدة وقد يكفي أيضا لسنتين هذا هو الشكل كما تشاهدون هذه الغرز هنا نحتاج هذه الثقوب من بعد ثوريكم فنتابع طريقة تزيين هذا الصدر وفي حلقة أخرى مقبلة أشارك معكم طريقة الفستان فأشتغل بنفس نوعية الخيط وأحاول أن أزين أو آخر سطر سوف نشتغله بهذا اللون برتقالي سأبدأ من أي جهة أريد أنا أفضل دائما أن أبدأ حيث قطعت الخيط أبدأ من جديد هنا أربط الخيط هنا ثم نبدأ أن نشتغل هنا بعد أن نربط الخيط في هذه الجهة سوف أشتغل أول شيء ثلاثة سلاسل ثلاثة سلاسل تقريباً ونشتغل هنا نلف أو نشتغل غرزة عمود بعدة لفات عدد لفاتها يساوي عدد دورات هذا الصدر مثلاً واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة سبعة ثمانية عندنا هنا تماني دورات فسأشتغل غرزة عمود بتماني لفات اللفة الأولى ثانية ثالثة الرابعة الخامسة السابعة الثامنة أذهب إلى أول حيث اشتغلنا في البداية السلاسل فقط في هذه الجهة أدخل الإبرة أخرج الخيط من هنا ثم ألف الخيط حول الإبرة أخرج الخيط من غرزتين أذهب إلى الغرزة التي، عفوا هنا دورة الموالية حيث غرزتين سلسلة يعني بضبط فوق هذي الغرزة نشتغل هنا ندخل إبرة نخرج الخيط ألف وأخرج من غرزتين ثم ألف الخيط مرة أخرى وأخرج من غرزتين أذهب إلى الغرزة التي او الدورة التي فوقها فوق ههيっو غرزتي سلسلة دائما ندخل ندخل الإبرة نخرج الخيط ألف حول الإبراء الخيط ثم أخرج من غرزتين ثم ألف وأخرج مرة أخرى من غرزتين ونشتغل بهذه الطريقة في كل هذه الغرز السلسلة هنا أيضا بنفس الطريقة ثم بالضوط الفوق أيضا نفس الشيء في كل دورة نشتغل هكذا حيث غرز السلسلة أعتدر ثم أذهب إلى الفوق هنا بنفس الطريقة أخرج الخيط ألف أخرج من غرزتين ثم ألف الخيط حول الإبراء ثم أخرج الخيط من غرزتين هنا أيضا بنفس الطريقة نشتغل هنا ثم أخرج من غرزتين ثم ألف وأخرج من غرزتين ثم ألف وأخرج من آخر غرزتين ثلاثة الثلاثل التي اشتغلنا في البداية هي فقط كارتفاع فنتابع هنا سنشتغل فوق كل عمود هنا نشتغل عمود فوق هذا العمود سنشتغل عمود واحد العمود الآخر الذي يليه أيضا عمود فوق العمود الآخر أيضا عمود وهكذا إلى الناصر فوق كل عمود عمود واحد إلى الناصر إلى هذه الجهة وصلت إلى الجهة الأخرى بنفس الطريقة سنشتغل سننفذ حول الإبرة ثماني مرات بعد الضوارات الصدر ستة سبعة ثمانية سأذهب إلى بنفس الطريقة التي اشتغلت بها في الجهة الأخرى هنا أيضا سأدخل الإبرة هنا وأحاول أن أخرج الخيط في هذه المرة الأولى هنا أعتدر أدخل الإبرة وأخرج الخيط في هذه المرة فقط ألف الخيط وأخرج فقط من غرزتين ويكفي لكن ابتداء من الغرزة الثانية هنا سنشتغل بهذه الطريقة أخرج الخيط ألف الخيط حول الإبرة ثم أخرج من غرزتين ألف مرة أخرى وأخرج من غرزتين كأني أشتغل يعني عمود واحد أذهب إلى الجهة الأخرى مرة أخرى بنفس الطريقة أشتغل غرزتين سلسلة أخرى أيضا سأتابع بهذه الطريقة هنا أيضا ثم أخر عمود سنشتغل هنا وهكذا انتهينا الآن سنشتغل فوق كل عمود ثم نشتغل عمود واحد إلى النهاية بنفس الطريقة سنشتغل على طول الدورة أو على طول دورة الصدر كما تشاهدون هذا هو الشكل سنتابع بهذه الطريقة على طول الدورة وأعود إليكم وفي النهاية هنا سنربط بغرزة منزلقة فوق هذا العمود هنا ليس فوق ثلاثة غرزة سلسلة التي بدأنا بها لأن هذه تعتبر فقط كارتفاع سنشتغل غرزة منزلقة فوق هذا العمود سأقطع الخيط ثم سنشتغل سنحاول أن نزين بلون البرتقال يعني جهة دورة العنق أيضا بأي غرزة تريدون لا يصدروني هذه الغرزة التي سأشتغل بها هناك غرزة أخرى كثيرة سأحاول أن نربط الخيط هنا مثلا نربط الخيط هنا نربط الخيط هنا نربط الخيط هنا ثم نربط الخيط سنشتغل هنا غرزة سلسلة ثم هنا تمانية أعميدة نربط خيط هنا تمانية أعميدة سأحاول أن نشتغل كل أربعة أعميدة وغرزة معين هنا فأشتغلت هنا في البداية غرزة سلسلة وفي الوسط وسط أربعة أعميدة غرز أعميدة أو أربعة أعميدة نشتغل غرزة سلسلة غرزة عمود غرزة عمود غرزة سلسلة وغرزة عمود ثم اشتغل غرزتين سلسلة اربعة اعمدة غرزة منزلقة ثم مرة اخرى غرزتين سلسلة ونشتغل بين العمودين والعمودين غرزة عمود غرزة سلسلة غرزة عمود اما نشتغل داخل غرزة سلسلة او بين العمودين غرزة عمود غرزة عمود مرة اخرى بنفس الطريقة ثم غرزتين سلسلة ونربط هذه المرة هنا بغرزة منزلقة ثم اشتغل من جديد غرزتين سلسلة واشتغل هنا وسط اربعة اعمدة يعني بالضبط هنا او هنا في غرزة سلسلة نشتغل عمود غرزة سلسلة عمود غرزة سلسلة وعمود اخر ثم اشتغل غرزتين سلسلة واربط بغرزة منزلقة بين 4 اعمدة و 4 اعمدة بالضبط هنا ثم اشتغل من جديد غرزتين سلسلة واشتغل بين العمودين و العمودين هنا احاول ان اشتغل غرزة اعتذر يجب ان نتبه للغرز فترة ننشتغل هنا غرزة غرزة عمود يجب ان اعتذر غرزة سلسلة في نفس الغرزة نشتغل غرزة اخر غرزة سلسلة ثم عمود ثالث ثم غرزتين سلسلة من جديد أشتغل غرزة منزلقة هنا دائما بنفس الطريقة سأتابع على طول الدورة وفي النهاية نحصل على هذا الشكل هدية هذا هو شكل الغرزة في النهاية يمكن تشتغلوا بغرز أخرى كثيرة هذا هو شكل الصدر كما تشاهدون شكل الصدر إذا شغلتم بالعدد رقم 10 بهذه الأعداد من مضاعفة رقم 10 فالصدر سيكون نازل قليلا يعني قليلا سينزل قليلا من جهة الكتفين لذلك لا يمكننا نشتغل بمضاعفة رقم 9 أو رقم 8 أو رقم 12 رقم 12 سيكون كلما صعدنا سيكون أوسع وكلما نزلنا مثلا مضاعفة رقم 9 سيكون جهة الكتفين هنا في الصدر نازلة للتحت فالمهم يختاروا وحاولوا حتى وإن كانت القياسات هنا قليلة يشتغلوا بأقرب عدد للعدد الذي وجدتمه والأفضل دائما أن يكون أكبر بقليل حتى تحصلوا على صدر بهذا الشكل أو نازل قليلا من جهة الكتفين فكانت هذه حلقة اليوم أسأل الله تعالى أن تكون الحلقة مفيدة لكم ونلتقي بحول الله في حلقة أخرى مقبلة مع مشروع آخر إن شاء الله أريكم طريقة صنع فستان عن طريق استغلال هذا الصدر ولا تنسوا أن تدعم القناة ولو قليلا نلتقي بحول الله في حلقة أخرى مقبلة أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر